إنها الحرب القديمة التي تتجدد عند كل حدث يثيرها تستهدف المحتوى الفلسطيني وتتصدرها إمبراطورية مارك زوكربيرغ منصة فيسبوك التي باتت تنعت بالمنصة الصهيونية في الأوساط العربية والإسلامية نظراً لاستهدافها للمحتوى الفلسطيني وتقييد وغلق حسابات ومنصات للناشرين تحت ذرائع مختلفة تبدأ بخطاب الكراهية ولا تنتهي بالإشادة بشخصيات غب نظمات إرهابية على النقيض تماماً فإن فيسبوك لا يتخذ نفس الإجراء بالمحتوى التحريضي من حسابات الاحتلال اتجاه الفلسطينيين الذي يمثل منشوراً في كل دقيقة دون أن يتجاوب فيسبوك مع الحملات الفلسطينية التي تطالب بحجبه بالأمس القريب دشنا ناشطون فلسطينيون وعرب على موقع فيسبوك حملة لخفض تقييم تطبيق فيسبوك على المتجرين الرئيسيين جوجل بلاي وأبل ستور للتعبير عن رفضهم لسياسات الشركة الأمريكية تجاه المحتوى الفلسطيني فكيف ستسهم مثل هذه الحملات في التأثير على فيسبوك؟ قد يوجد الكثير من البدائل لتطبيق الفيسبوك لكن ليس من السهل على جمهور اعتاد استخدام الفيسبوك أن يتركه في فترة زمنية قصيرة من هذه البدائل الممكن تطبيق ماكي تطبيق نيكسدور ميوي لينكد إن والكثير من التطبيقات الأخرى لكن معظم التطبيقات تقيد وتضع قيود على المحتوى وتقلص مساحات الحريات الأفضل للفلسطينية أن نبحث ونتعلم كيفية النشر وأدوات النشر بطريقة نتحايل من خلالها على خوارزميات الفيسبوك ونوصل رسالتنا إلى أكبر عدد من الجمهور ومع استمرار الأحداث وتطورها ونشر النشطاء لها يستمر فيسبوك بتقييد الحسابات فهل يسهم في اجتثاث الرواية الفلسطينية بحجب المحتوى الفلسطيني أم يخلق ذلك تحديا للناشرين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مواجهة هذا التحدي يبحث مرتاد مواقع التواصل الاجتماعي عن البديل الأفضل للتعبير عن آرائهم بحرية فما البديل عن فيسبوك بوصفه المنصة الأكثر تفاعلا وهل من الممكن أن نشهد هجرة منه إلى غيره مع استمرار حجب المحتوى الفلسطيني وتقييد وإلغاء الحسابات خفض تقييم الفيسبوك أو حذفه ممكن أن يكون ضمن سياق الرد على سياسات الفيسبوك المنحازة للاحتلال من خلال حذف حسابات وصفحات الفلسطينيين يظن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الطريقة قد تتسبب خسائر فادحة لشركة الفيسبوك وقد تؤدي لحذف هذا التطبيق من متاجر جوجل وأبل وإن لم يحدث ذلك يظن النشطاء أن هذا الأمر بمثابة رسالة كافية للتعبير عن حجم التضامن مع القضية الفلسطينية في كل يوم ترتفع وطيرة التضييق على الفلسطيني والمتضامنين مع قضيته حتى في الواقع الافتراضي وفي كل يوم أيضا يجترح هؤلاء حلولا وبدأ إلى تتجاوز محاولة التحكم بالتعبير عن الرأي وفرض شروط ملاك المنصات حتى يتمكن الوطن العربي والإسلامي من امتلاك منصته الخاصة فهل سيكون ذلك قريبا أم بعيدا؟